السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله فيديو سهل وبسيط جدا هنعمل مع بعض البصل بتاع الكشري هنعمله بطريقة سهلة جدا عشان خاطر في ناس كتير اقوا بتشتكي تقول لما بتجي تحمل البصل بتاع الكشري لاما بينشف منها جدا وبيوجع السنان وهي بتاكله لاما بيطرم منها جدا فالنهاردة ان شاء الله هقولك على تكاية صغيرة جدا تخلي البصل بتاعك زي بتاع المحلات بالزبط ما يفرش عنه اي حاجة هيتلع معاكي نفس الشكل والطعم واللون والريحة وكمان هيخلي الكشري بتاعك طعمه لذيذ جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل السلام ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطيلي اللايك وتكتبيلي كومنت حلو عشان بسعيدني جدا لما بشوف الكومنت بتاعك ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا معنا البصل الكمية اللي انت عايزها هتبدأي تنظفيها بالشكل ده كده اي كمية بقى سواء كتير قليل براحتك خالص هتنظفها الاول كده من القشري بتاعها كده وتجهيزها في الطبق وبعد كده نروح على الحوض نخسلها ونصفيها ونشوف هنعمل ايه بعد بقى ما غسلت البصل وخلصته جبت بقى المبشرة بتاعتي بقى النهاردة هعمله في المبشرة بتاع تلبصل الشبسي طب انت لو ما عندكيش المبشرة دي هتعمل بايه باي نوع مبشرة تانية اهم حاجة ينتي تقطعيه رؤياء جدا مو جي كمان بالسكينة انا كنت زمان بعمله بالسكينة قبل ما جيب مبشرة بالسكينة كده هتجاي وقطعها ترنشاط رؤياء جدا جدا كده وهتلاقيها دعمت معاك بكل سهولة تمام لكنك بتقطعي شبسي هقطع ترنشاط كده رؤياء جدا كده وبعد كده نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني بعد بما قطعت البصل بتاعي كله وكمان فردته كده من بعضه هروح الجاية ضيفة عليه مع علاقة ملح بس كده مش هضيف اي حاجة تانية يعني ولا هضيف نشا النشا هو اللي بيخليه ناشف جدا وبيوجع السنان وبقي حاجة صعبة الصروحة ودي ايه بيخليه طاري ومش حلو خالص وليه طعم كده مش لازيز خالص كده بتاعي المحلات لأ انتي بس حطي ملح مضيفش اي حاجة تانية يلا بينا بقى نروح على البتوجاز ونشوف هنعمل ايه طبعا المقطع ده تحزف من عندي وانا احطى الزيت وسخن معي روح تجاي نازل عليه على طول بالبصل تمام وهقلبه كده بقى واسيبه لغاية لما يبدأ ياخد لون هفضل بقى اقلب فيه باستمرار او ما تلاقيه خد لون كده معاكي لازم التقليب باستمرار كده ما تسيبهوش خالص ايديك فيه على طول كده زي ما انت شايفه عشان خاطر لو سبتيه هتلاقي جنب حمر وجنب ما حمرش او هتلاقي مثلا البصل كله حمر مرة واحدة كده وخد لون كده مش حلو مش ظريف لأ ايديك كده فيه باستمرار كده هتلاقيك كله ما شاء الله عليه لون واحد وكمان هيخلص معاكي على طول وطبعا على نارة عالية وانت بتقلبي او باستمرار كده ليه باعتوب باستمرار مش هيغض منك وقت خالص او ما بيبدأ الزيت بيسخن جدا معاك والبصل يبدأ يدبل بتلاقيه حمر معاك في ثانية قدي البصل خلاص اهو حمر معنا وصفيه بقى كويس جدا بقى من الزيت وما تقلقيش خالص ولا هيكون شارب زيت ولا اي حاجات هتشوفي كل ده معايا هصفي بقى كويس جدا كده من الزيت وارح جاية على طول حطاه في الطبق طبعا لو عندك بقى ملادين مطبخ تمام ما عندك ايش هفيش اي مشكلة يعني هو كده كده اصلا مش شارب زيت ولا اي حاجة خالص هفردوا بقى في الطبق بتاعنا كده بالشكل ده واسيوا بس المدة يعني ايه خمس زقائي كده وبعد خمس زقائي نرجع ونشوفه ونشوفه هو نشف قدي ايه وكمان ولا هو طرق قدي ايه ولا هو ايه هنشوفه مع بعض بسم الله ما شاء الله حاجة كده بجد في منتهى الجمال طحفة طحفة بص الجمال والحلوة وتعالي كمان نغط شوية كده ونكسرهم في ادنا شايفة ما شاء الله عليك رزبي ولا هو النوع اللي هو الطري جدا اللي بيوجع السنين او اللي ناشف جدا بجد طحفة بياذن الله هتجرب الطريقة بتاعتي هتعجيبك جدا هتحب دك للبصل كده من غير ما تحطيه على الكشر والكلام ده كله تحب كسة اسائي كده فيه هنا طبعا كنت خلصت الكشر واحتجائي بقى ايه قلت حطي بقى شوية كده عليه معاكم برضو ان شاء الله الفيديو بتاع الكشر ينزل بكرة بإذن الله فانا قلت النهاردة اتصور معاكم البصل كده حاجة كده مخصصة ويكشر بكرة ان شاء الله يارب الطريقة بتاعتي يكون عجبتكم سهلة وبسيطة وكشر المصر الجميل الحلو ها البسيط جدا وبتكاتب حركاته بكل حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته